اول مباراة حكمتها في الناشئين كانت مباراة ايه؟ اه دي كانت مباراة في مدينة نصر ما بين فريق مدينة نصر وتقريبا فريق الشمس حاجة كده يعني وبعدين يعني انا كنت الاول ببتدي كمساعد يعني المساعد والكلموك واعمل ومش عارف اوه هي لازم تبتدي كده حتة حتة وخلي بالك هو ده اللي تخلى عندك حكام كويس ان التخصص عندنا يعني بيتعاملوا معانا يخلوه عطول مساعد لا لازم تديره هنا وهنا عشان يقدر يفهم بالتحكيم لازم اشتغل كويس مع الناشئين تحت اه فالنوان اول بقى رايح بقى وعمل زبط نفسي والحاجات دي كلها كل حاجة بقى زبط الدنيا كلها ونزلت واقلي وارح سيبه واعمله كانت حاجة جديدة بالنسبة لك الحاجة بقى اللي انا عايز اقولها لك ان لما كنت انا مثلا ايه احس ان في فاول والحاجة ما يحسبوش خدت بالك ممكن ما يحسبوش طبيعي يعني في فاول ممكن ما يحسبوش فبص الاقي اللعيب بقى يبص فانا قال الله انا كنت بقى اعمل كده انت خدت بالك اعمل في اديل انذار مش فاول اعمله كده مش فاول فكان فيه يعني الله ارحمه كابتن سبحانصير بيتفرج علي مرقبين اه ده كان راجل جميل جدا سبحانصير فقال لي وبعدين احسى الفاول اشرحه يعني في كذا قال لي الحاكم ما يشرحش الحاكم يحتسب انت احتسابه اشاره على مين وبس في الاتجاه انت هتتكلم تشرح لا اه انت تحتسب هو ملوش دعوه بقى يشرح له يشرح له مش انش هيعد نسمع لك انشاء اه ما ينفعش فكانت الناس تحس انها بتديك يعني يعني خلاصة برضو يعني الله يرحمه كابتن محمد عثمان مرة كان ماتش صعب جدا بقيت حاكم بقى الحاجات دي راح هالعبه كان على الصعود لقسم التاني وفي القسم التالي لا بستنى بالامريكان على الصعود دلوقتي انت اشتغلت لينزيمان مش كده لا في الاول في الاول خالص في الاول لسه بعد كده اقتروني كحاكم دولي مساعد مساعد انا يعني انا كنت حاكم انا صفارة هل الوقفة في اللينزيمان غير الحاكم في الملعب لا مش كده انا كطموحي ان انا عايز اصفر في الملعب اه انا دولي انا دولي فطبعا كنت رافض الموضوع ده ومتدايق وجيت عدت سنة على مضض وبعدين حطوني جيت بعد كده قمت كاتب طلب للاجة الحكام جميل رئيس للاجة الحكام كان احمد الخولي فكان الكابتر احمد جمال السكرتير شوف الظروف فقال لك كل زمائلك ده مجنون ده اللي يسيب اللاسة الدولية هو ضامن يبقى حكم تاني دولي ضامن ازاي فناداني الكابتر احمد جمال وقال لي الكابتر اخولي عايزك فالكابتر اخولي الله يرحمه ويحسني ليه قال لي كابتر احمد انت كاتب طلب ده بس خلي بالك こ threats مش شرط ان احنا نحطك حكم دولي س Lake schools وارطوله مش شرط ايه قال لي مش شرط شرط ايه عشان احنا بحكم دولي بعد كده أم قال لي ادائك ابطوله خلاص ابطوله طب ادائك هايه منين المبارات ابطوله انا اللي بيعين نفسي ولا انتوا اللي بتعيني قال لي ما انت عايز ايه بتقول انا عايز تديني مباراة كويس اخد مش كويس ما تدينيش انت رفضت فكرة اللي انزمان ها رفضتها وسبتها وسبحان الله كان لازم تقعد سنة برا لسته ما تروحش السنة اللي بعدها يعني قديت وبيت بلعب ماتشات وماشي كويس دخلت القايمة الدولي فاكر اول مباراة ليك فيه وانت حكم دولي لا مباراة في الدوري العام المصري اه كانت ما بين المحلة والايلومبي محلة والايلومبي اه وبعدين خدت ماتش المقاولين وده منهور فيه ده منهور انما الماتش الاولاني كان المحلة والايلومبي كان بالنسبة لك حاجة جديدة اه بس كان فيه خبرات بقى خلاص كنت حكم وخبراتي طب السنة اللي انت بعتها دي ما اثرتش معك لا السنة دي ما انا بلعب فيها ماتشات محلية بعدين دخلت القايمة الدولية مش عشان خاطر اخش القايمة الدولية تاني فلا يعني انا عايز اقول الحمدلله اني انا يعني لما عملت كده كان عمي مأمور رحمة الله عليه عايش فكت عنده وقال لي انت انا بقرن انت سيبته وعملت كده فقالت له قال لي انت عايزت ومسعدت قال لي خلاص انت هتبقى حكم ده طالما الرغبة جواك اشتغل على الرغبة عشان تبقى حكم ده شف كلامه ليه اشتغل على الرغبة نعم قلت له دي يعني ايه قال لي ما هون ناس الرغبة ماشي ما اشتغلتش مش حجيلك اشتغل على الرغبة اكيد اشتغل على الرغبة